من ما نعرف ذوقك في أشياء مختلفة من أي ناحية أشياء مختلفة؟ يعني مثلاً ذوقك في الأكل طبخك ولا نسأل أبو راشد أنا أحب أطبخ واسطانا سوادي عندما نشوف عيالي وبراشد يأكلون طبيخي ويمدحونها فعشان شيء يحب يسافر عشان أطبخ لهم أتفنن عراحتي لأن هنا في البلاد طبعاً نحن عنا يعني ناس ساعدنا عاملات يساعدوني صحيح دائماً يقولوا لك بس غير الأكلات الشعبية كل شيء عرف أسوي لا تأخذي النكهات خارجية مثلاً أحب أسوي أكلات إيطالية عرف أسوي أكلات مصرية عرف أسوي أكلات شامية كل شيء عرف أسوي حتى المنسفة عرف أسوي أحب أطبخ أنا أحب الطبخ أحب أكون امرأة ناجحة في كل شيء أعطي حقها يعني في البيت أنا زوجة الحمد لله ناجحة في الأمومة أنا أم ناجحة في العمل أنا امرأة ناجحة في كل شيء الحمد لله أمدح نفسي وايد ما بزين ما بزين لونك المفضل بمأنك مصمم الديكور لو بدي يكون عندك لون لا يُعل عليه المفضل في الديكور ولا في اللبس ولا في حياتي في حياتك الوردي والعمل في الديكور البيجات الألوان الباردة الدافية يعني درجات الناعمة الباردة أحبها في الديكور توسع تعطيني راحة نفسية ألوان الطبيعة اللي هي الأخضر الفاتح جدا الفستقي الأزرق الفاتح ألوان الطبيعة حلوة يعني لونك المفضل الألوان الهادية في الديكور لكن في حياتي الوردي الوردي أتدلع أنا بنتي يعني وشي حر ما أكل أكلتك المفضلة سماتش أحب السماتش شوائد نوع سماتش ولا؟ أنا أحب السبرين مشوي فقط